السلام عليكم تحية طيب ومتابعين الكرام اليوم ان شاء الله موضوعنا هو الاساس الشريطي اختارينا مساحة 100 متر طولية نزال 20 والواجهة 5 مثل ما واضح الاساس ايضا الخطوات ان شاء الله رح نوضحها بعد تحديد الارض طبعا نجح على مرحلة السبويس وان رح ايضا حطيت بهذا الفيديو تندل الخاص او التكاليف الخاصة بالاساس الشريطي الكامل يعني الحد الدفان ويبدأ من بعده بناء البيت بعد تحديد الارض وحد الوضع السبويس وحد الارض ايضا نجح على التسليح تسليح الحديد تحتاج لتربعة طن الى طن انا ايضا ايضا موضحها بالتندر مخليه بنهاية الفيديو ان شاء الله تقدرون ان شوفوه بنهاية الفيديو هنا لدينا المرحلة الصبصبة للاساس خمسين عرض ارتفاع اربعين تقدر تسوي ستين ايضا العرض ما كن مشكلة العرض اهم من الارتفاع هنا ايضا نجح على مرحلة التشعيب او بناء اول وزن توزين الاساس يعني هذه المرحلة مهمة لوضع المجاري وأيضاً أخذ وزن الأساس حتى نقعد وزن واحد يعني حتى ما نعاني بعدين بالتطبيق أو بالكاشي مرحلة التشعيب تسمى بمرحلة تشعيب أو البناء فوق الصاب مثل ما واضح أمامكم هاي المرحلة يعني لازم تخلي من تلسوف وفوق يعني تلسوف وفوق البناء تبدي أعلى نقطة تلسوف وفوق تلسوف وفوق يعني أربع سوف خمس سوف بعد بكيفة بس إنو أقل شي عند تلسوف على حساب المجاري طبعاً أعلى نقطة بالصب بعد أن تأخذ وزن لها تحط تلسوف وفوق مثل ما واضح أمامكم المرحلة الثانية هي مرحلة صب البتل وأكو ملاحظات على صب البتل أخوتي الكرام أرجو لانتباهي لهذه الملاحظات كل باب حديد مطلع على خارج البيت مثل باب الاستقبال مطلع على خارج البيت وعلى داخل البيت تقعد على البتل مباشرة اللي هو العشر سنتيمات أما البيبان الخشب أو الحمامات الداخلية أو البيبان الداخلية تقعد على الطابوقة يعني تقدر ترفع حفد سنتيمين ثلاثة ما كو مشكلة نجعله مرحلة اللبخ مثل ما واضح أمامكم لللبخ الأساس اللبخ يعني جيد حتى شنو من الزفتة ما يعاني بالتزفيد ويغطي الزفت الأساس بالكامل وهنا عندك التندر أو تكاليف الميت متر الشريطية حسب الخريطة اللي شفتوها الواضحة أمامكم كانت هذا التندر الخاص وتكاليف الأساس كلها واضحة أمامكم إن شاء الله قدرون تاخذوا لها صورة سكريم تحتفظ بها أو تحفظ الفيديو أو الشاركة على واتساب فما أكو مشكلة أخوة الكرام أرجو دعمكم لهذا الفيديو كثير من الأخوة جاي سئلوني وجاي يكررون مع أني أكثر من فيديو نزلت على الأساس الشريطي لمساحة ميت متر كثير من الأخوة جاي يعيدون نفس السؤال وأنا عندي أكثر من فيديو أيضاً أكو فيديوهات خاصة بالخرائط بعض الأخوة يضم عندي خرايط طبعاً أغلب الخرائط موجودة بالقناة الخاصة هاي القناة موجودة حالياً أيضاً تحتاجون أسعار مواد البناء موجودة بقناتنا الثانية أيضاً على اليوتيوب اسم القناة أسعار مواد البناء في العراق وأيضاً عندنا قروب بالفيسبوك أيضاً اسمه أسعار مواد البناء في العراق يحتوي على أكثر من 200 ألف عضو وأيضا تقدر تتابعونا على التيك توك أيضا اسم القناة أسعار مواد البناء في العراق وهذه القناتي الخاصة قناة المهندس عماد رحيم أيضا أكو بيج خاص بنا بالفيسبوك تقدرون تتابعونا عليه تحديثات للأسعار وسبب صعود المواد ونزولها اسم البيج بورصة أسعار مواد البناء في العراق وأيضا عدنا موقع بعد بالتليجرام أيضا تقدرون تتابعونا اسمها اسعار مواد البناء في العراق أخوتي سؤالك من السئلة خلي سؤالك شوي يكون واضح رجاء يعني أنا جاي يشتبه بالأسئلة بعض الأخوة يعني يشمر لك لمتين من يدي يستشير وحيرني يعني يمطي التفاصيل كاملة حتى أقدر أقدر لك تكلفة البناء مثلا يعني خلي التفاصيل الواضحة تكون حتى يكون الرد إن شاء الله بالإيجاز وخادمكم أنا تحياتي لكم أخوتي الكرام لا تنسون الدعم للقناة خادمكم من مهندس عماد رحمي العباد ترجمة نانسي قنقر